هذا البرنامج يأتيكم برعاية دار الإفتاء الليبية إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأصلي وأسلم على سيدنا محمد علم الهدى وعلى آله وأصحابه وجنود دعوته وحملة شريعته ونقالة سنته وكل من به اقتدى أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهدون والمستمعون في كل مكان يصلكم فيه بث قناة التواصل التناصح أقول اللهم يلهمني رشدي وأعذني من شر نفسي قال تعالى وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادِ مازلنا في المقابلة مع قوله تعالى وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ بِتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ والله رؤوف بالعباد وهذا هو البصر الخامس يوم الخميس الماضي احتزت الاتصالات من أهل الصليب ومن أعداء الملة والدين وغيرهم من باقي الملل في تهنية اليهود بقتل القائد السياسي الميداني الذي نحسبه قد ارتقى إلى الله شهيدا وهو أبو إبراهيم يحيى السنور فلا أستطيع أن أتجاوز الحدث وأنا أتكلم عن غزة وعن ما يحدث بها هذه الاتصالات والتهنية كانت على وجه المباشرة تصلوا من زعيم أمريكا إلى غيره يهنيون وهنأ بعض المسلمين على وجه غير مباشر هنأ اليهود دون مباشرة لكنها تهنية وأنا من هذا المكان ومن هذه القناة المباركة التي أسأل الله تعالى أن يبارك فيها وفي أهلها والقائمين عليها أنصحوا المسلمين في كل مكان وخاصة من لهم علم بالتقنية وبما يحدث في العالم من وسائل الاتصال أن يوثقوا هذا أن يوثقوا الفرح والتهنية غير المباشرة من بعض المسلمين بموت المجاهدين وبقتلهم واستشهادهم وثقوه فإنه بإذن الله سيأتي زمان بإذن الله ينكرونه أو ينكره أتباعهم يقولك التابع التبع لم يقل شيخي ذلك ولم يقل فلان ذلك فوثقوه لا لا تقفوا عند التوثيق العام فربما فعلوا شيئا على إبعاده لكن في التوثيق الخاص نريد أن يبقى شاهدا على فترة ما سبق للمسلمين في تاريخهم ما سبق مثل هذا أقول في الجانب الأول وهو جانب الكاثرين يحدث هذا في وقت تقاتل فيه الدول الغربية السوفيت في أوكرانيا وتقول إن هذا بحسب مواثيق الأمم المتحدة ثم هي قبل ذلك ومعه وبعده يخالفون ذلك كله في فلسطين ومع أهل فلسطين ومع المسلمين تأخذهم العزة بالإثم لو كانوا على وتيرة واحدة وعلى منهج صادق وحق وأن لهم ذلك لتعاملوا مع العالم بمكيار واحد وتراهم يبررون أفعالهم بشبيه ما يسميه الفقهاء التحكم لا عقل ولا نقل إن من المصلحة والديانة هي الحاكمة دياناتهم المحرفة والمنسوخة وغيظهم على الإسلام ومصلحتهم هي الحاكمة هي التي تحدد الظالم من المظلوم هنا تقول هذا هو الظالم وهناك تجعله مظلوما أو تجعله هناك مظلوما وتجعله هنا ظالما سبحان الله لا تتم أمريكا ومن معها إلا بالدفاع عن اليهود و ب أن يفرج عن الأسارة ولو كلف ذلك أن يقتل المسلمون جميعا لا أن يقتل أهل فلسطين بل لو قتل المسلمون جميعا وتصبوا الآن على أهل فلسطين ومن جاورهم تصب عليهم من أسلحتها ودمارها وأسلحة الدمار الشامل ما كانت تعده لمقاومة الدول العظمى لمقاومة الدول النووية تصبه على أناس هم في سجن كبير قد حوصروا منذ سنين لكن طلبا لمرضات الله ولنصر الله فعلوا الأفاعيل وجعلوا من الله شيء شيئا هذه البداية أخذتم العزة بالإثم فنراهم يكيلون بمكايل مختلفة وليس بعد الكفر ذنب ثم ننتقل إلى أهلنا إلى أبناء جلدتنا وقف الحكام موقف المفرش بل وقفوا في أقل أحوالهم موقف المناصر فإن الترك فعل ونصرة لليهود الترك هو فعل ونصرة لليهود وتابعهم المشايخ أو بعض المشايخ والقضاء أو بعض القضاء وأهل الحل والعقد وأخذ المشايخ في مسابقة مع الصحافة وأنا عندما أقول الصحافة أقصد الصحافة التي إذا الريح مالت حيث ثميل يعني لما في مصر انقطع الكهرباء في عهد مرسي رحمه الله تعالى خرج الصحافيون ما تقدرش على الشيلة الشيلة خليها كيف الضام وأخذوا يلومون الحاكم ولما انقطع في عهد السيسي أخذوا يلومون الشعب اصبروا اصبروا وهي أيام ونفس المديع في وقت يقول للحاكم دبر وفي وقت يقول للشعب اصبر مكاييل مختلفة فإذا كان المشايخ كهؤلاء فيا موت زر إن الحياة ذميمة ويا نفس جدي إن دهرك هازل والمشايخ أو بعض المشايخ أو بعض اتجاهات بدلا أن يعترفوا بأنهم على باطل وأن حكامهم على غير الحق بعضهم انخزل ساكتا وانزوى عن الناس وبعضهم بدلا أن يعترف وأن يلوم نفسه أخذته العزة بالإثم وهذه المقارنة مع الآية والمناسبة مع الآية أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولا بئس المهاد كما قال ربي في الكافر وقد يطلق على غيره والأمر لله سبحانه وتعالى فأخذوا يبررون للحكام مواقفهم تارة بتبرير فعل اليهود وأنهم وأن أنهم ينتقمون والحق معهم تارة يلومون المجاهدين وأنهم كانوا السبب وخاصة حماسا وعلى ذلك فهم لا يستحقون النصر بل بخر عليهم حتى بالدعاء تارة أنهم أهل بدع فلا ينصرون تارة يبحثون في الكتب وينظرون في أقوال الفقهاء لعلهم يجدون مخرجا لحكامهم وهم في الوقت نفسه يتركون الآيات الواضحات والسنة الشريفة الواضحة التي تأمرهم بالنصرة وأن يكونوا يدا على من سواهم وأن يكونوا يدا على من سواهم وينصرون بالمستطاع فهم يا إخوتي هؤلاء العلماء ومن يتبعهم من الذين ينعقون بنعيخهم وأن آسف أن نقول هذه الكلمة لأن الوقت جد خطير هم بين أمرين إما أن يعترفوا بأنهم على باطل وأن يتوبوا إلى الله وأن ينصروا الحق وأهله وأن تتلاشى البدع أمام الكفر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وقال غيره ولكن يخصص الشيخ لمسألة الإلزام لأن أكثر من يقول بهذا يخرجون على الناس ويقول نحن أتباع الله ولا ينقض العجب أيها المسلمون أن هناك من المشايخ للأسف اختلفوا في كل شيء إلا في نفاق الحاكمين اختلفوا في كل شيء كنت من قبل أذكر الناس وأشنع بالشيخ رسلاء عندما قال حماس صنعة اليهود والرد عليه بكلمة الصنعة لا تقتل رموزها ثم بعد ذلك رأيت شيخا لا يلتقي مع مع رسلان في شيء سوى أصل الإسلام وهو شيخ صوفي واسمه يسري جبر له أقوال غريبة وله أشياء على كل حال خرج فقال مثل ما قال رسلاء هو يتكحل بالسم وما يتكحلش برسلاء لكن هنا جمع بينهم النفاق للحاكمين والتبرير للحاكمين والشكوى لله رب العالمين وسينتقم الله ممن يقول مثل هذا القول هذا قول فضيع في زمن الحرب إذن المشايخ إما أن يجعل الحق وإما أن تأخذهم العزة بالإذن الآن سأذكر العلماء بما يزيدهم ثبوتا من أهل الحق وأذكر أولئك لعلهم يرجعون لله سبحانه وتعالى قبل الفوت قبل أن يضمك القبر وسوف تسألون سوف يوم يضيع كل شيء وترى نفسك مع خالق كل شيء جل في علاه الإمام السبكي الإبن وهو يتم شرع المنهاج للإمام البيضاوي لما ذكر قوله تعالى ولا تنازعوا قال هذه الآية وردت في الحروب ولا تنازعوا قال الأمر الأول أو ما هي فيه في الحروب بدليل ذير الآية فتفشلوا وتذهب ريحكم وذكرنا من قبل قولها الشيخ ابن تيم رحمة الله عليه أن الأمة قالت ما قالت في الخوارج والروافض لكن لا يعانوا الكافرون على أهل البدع التي الآن يقع فيها المشايح الذين يقولون نحن على الكتاب والسنة يدي تمس الدعاية المهم قال الإمام السبكي رحمة الله عليه والاختلاف على ثلاثة أخساب والاختلاف على ثلاثة أخساب أحدها في الأصول وهو المشار إليه في القرآن ولا شك أنه بدعة وضلالة أتدرون ماذا قال في الثاني قال والثاني في الآراء والحروب وهو حرام هو حرام يعني يعني الاختلاف الآن بيننا في هذا شهيد ولا مش شهيد ولا نحزيب كذا ولا يجاهد معهم ولا يجاهد معهم أهل البدع أهل كذا من يحدد هذا ثم إن الشهدة والجود بالنفس أقصى غاية الجود لكن كما قال المثل الديب لما منحك في العنبة قال حامضة أو حرمص لم يقول لأنني قصير أو داب ونمشي على أربعة ومعندي سلوم ومعندي عقل ومعندي لا لا قال حرمص حامضة لا ما هي هذا دق ما يقدر كل حد فقال التاني الاختلاف في الآراء والحروب يرحم الله هذا الإمام بيقول الاختلاف الآن والتنازع حرام خاصة هو الآن في جهة الدفع كل الخلاف وأنا لهؤلاء حتى أقول سمعت مرة الشيخ بن أتيمير رحمة الله عليه وأقول للإزام أيضا ذكر ذلك أو ذكر مثل ذلك وقالت أنت في البدع في أيام الحرب لا تتنازعوا لا فتفشلوا فالتنازع فالتنازع كما قال المام السبكي في الآراء والحروب حرام لما فيه من تضييع المصلحة هكي قال لما فيه من تضييع المصلحة ورأي نهلة ضيعنا المسلمين ضيعنا الأعراض حتى حتى تنزلا تنزلا لو قلنا إن حماسا أخطأت في حساباتها ابتداء لا يجد لنا أن نتخلى عنها بقاء لو أننا خالفناها ابتداء هي هي كانت مضطرة لذلك كانت محاصرة كانت ما كانت هل أنت تعرف ظروفها لكن أتنزلا أن أخطأت في بداية العرب لا تترك بقاء إذا لبناها ابتداء هل نتركها بقاء هذا لا يقول بي أحد من أهل العلم ومن أهل الاقتلاف المعتبر والتالت قال هو في الفروع لكنه لأنه عالم لأنه عالم تكلم في الأصول يعلم أنه هذا يعني لا ينضبط فقال ما مكان الاتفاق أو لا الاتفاق أو لا أما في الحروب فقال هذا حرام فالآن الذي يدفع بالتشكيكات ويدفع بالخلافات ويدفع بالمخذلات ويدفع بما يثبت به المجاهدين ويقصر في نصرتهم حرام عليك حرام ولذلك ولذلك تريد نحن في هذه الأيام نجني ثمار غرس غرس من عقود أحياناً بشوي 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 إلى أن يمد يده الآثمة لضرب أبيه مش من يوم في يوم وليلة لها عبر سنوات حتى أنا أقول إن هذا التخلي عن الجهاد وهذه النظرة المشؤومة من بعض الناس أو بعض الاتجاهات هي أنبتت فينا منذ عقود منذ عقود وأثمارت وظهرت فائدتها بالنسبة للغرب الذين يعني تعهدوها بالسقي وبالتقليم وبالرعاية أثمارت الآن وهو أن الجهاد تونوسيا من مناجينا ومن خطابنا ومن كل شيء تسمع في المطويات ولي الأمر ولي الأمر لم يترك هديثاً لا في مسند فردوس ولا في ما أضعف منه ما هو أضعف منه من بعيد أو إلا أتوا به كما تريدها أمريكا لأن أمريكا تريد حكاماً لا يفعلوا شيئاً إلا بإذنها فياتوا بالأحاديث أما الجهاد الذي هو ذر السنام الجهاد أو ذر السنام الجهاد وفيه الآيات البينات والأحاديث الواضحات تونوسيا ولا يذكروا إلا اضطراراً إذا في حالة سرد الكتب إذا قرأ أحدهم كتاباً على شيخ أو تلأ عليه أو راجع عليه أو وقع السماع في مجلس السماع للبخاري وغيره وغيره في صحيح مسلم أيها المسلمون هل رأيته في مطوية وهو أمر خطير ولي الأمر الصلاة نعم نعم به الصلاة لكن الجهاد لا كان ينبغي أن يوضع مع آخرانه بل هو سيدها بل هي قواعد الإيمان والإسلام تدفع إليه في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من مات ولم يغزو من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه بالجهاد يعني وبعض الرواية في السنن ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من نفاق مات على شعبة من نفاق قال ذلك سيد الأخلاق أو إمام الأخلاق عليه صلوات المولى الرزاق صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه أو لم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من نفاق أو مات على شعبة نفاق كم بعد الروايات بعض الروايات مسألة نفاق يخشاه الناس ولا تسمع له ذكرا لأن هذا يغضب حاكمنا وغضب حاكمنا يغضب أمريكا ماذا نفعل ولذلك أختم الدرس بهذه الحقيقة المرة المرة ولذلك لا يستغرب ما يقال الآن عن السنوار رحمه الله تعالى وبلغه منازل الشهداء نحسبه شهيدا الآن لا جهادة لا جهادة إلا بإذن أمرك اللي بيأخذها يأخذها هذا هو الوقع لا جهادة ولا تأييد لجهاد عند المداخل وأشكالهم إلا إذا أذنت به أمرك وما أمر أفغانستان في حربها الأولى والثانية عنكم ببعيد لما قالت أمريكا للسعودية وللدول العربية جاهد السوفيت وأخرجوهم من بلادكم خرج المشايخ وخرج العلماء انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا الجهاد الجهاد ورأيت بالحرم من يقف على الصناديق التبرعات أذنت الدولة بجبع التبرعات ولما احتلت أمريكا نفسها أفغانستان بعد حدث سبتمبر أصبح جهادها إرهابا عند نفس المشايخ ونفس البلاد ونفس الحاكمين با قد الآن واحده الزراسة شوية ويقول والله هذه يا شيخ من دونها كده نقول لك جيب لي جهاد دندن حوله البداخلة لم ترضيه ترضيه أمريكا جيب لي ونجيب لي قريب لما اتصل ترامب لا رده الله وبإذن الله تعالى لن يرجع إلى أمريكا حقب أمريكا بإذن الله بإذن الله ليس حبا في الشيطان التانية ولكن الله سيعاقبه على ما فعل في فلسطين ترامب لما اتصل بحفتر وقال لا فيسا ويدف الحكاية وكذا وأجده على حربه خرج المداخل وغيرهم يجاهدون و اطلع أمك الشيخ زهران وقال يا ليتني كنت معهم فأفوز فيزا عوزا عظيمة بيجيب مصير وبيقاتل خش طرابلس وبيقتل آلة واعتبر جهاد جهاد هذا الفتنة في المسلمين اعتبروه جهادا لما باركته أمريكا وقتل اليهود ليس هو إرهاب لأن أمريكا لا تباركه جيبوه جيبوه فيمكان إذا رأيت هؤلاء الناس يقولون جهاد ويدعون له ويقنتون له فاعلم أن البيت الأبيض موافق عليه والآن لا تأخذوا كلامي على علاتي راشعوا وانظروا إذا أمريكا راضية عليه وتبيه وبالدير عن طريق المسلمين ترى هؤلاء يهللون وإيهتني كنت معهم فهفوز فهفوز فوزا عظيم والكبير يقول يقول اسمه أنا أحبه فلانا كما ذكر لي أحبه فلانا فقاتلوا معه وفلان هذا جنسة أمريكية وتبيه أمريكا وأذنت له كيف لا تحبه هل أحببته لإسلامه أترك الإجابة لكم حتى للذين يحبونه هذه حقيقة مر مر جدا ولذلك إذا لم تأذن بها أمريكا فلا قنوت ولا جهاد ولا كذا ويتبعون له ما يتبعون خوارج كذا إشبه كل ما لا يرضي أمريكا فهو خوارج الحقيقة موت الشهيد نحسبه السنوار لخبط عليهم بإذن الله تعالى و صفعهم الله به صفع الله به اليهود صفع الله به اليهود وأحباب اليهود والمرجفين من المسلمين طريقة موته واستشهاده آية من آيات الله سبحانه وتعالى أولئك الذين يقون هو يعني يخذلون يخرجون أولادكم وهم في في الأنفاق وهم كده وهو صغار مش عارف وين طلعهم أهنية هو صغار مت وعيلت طلعهم هذا في الجبه بينه وبينه مئات الأمتار ما تمنت اليهود وأن يموت هكذا شيء عظيم شيء عظيم شيء عظيم يا رب ألمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا أرنا الحق حقا وأرنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأعيدوا ما بدأتوا وثقوا يا شباب المسلمين يا علماء المسلمين يا طلبة العلم وثقوا رأي كلمة لا أذكر قعد موجودة وقد ينكرون هذا أو ينكروا أتباعهم هناك كتاب ألفه الشيخ ربيع ذكر فيه الشيخ سيد خطب خير وأنه فاهم الإسلام وأنه فاهم روح الإسلام ثم بعد ذلك نحن قلنا من قبل لما تمدح شخص وبعدين الدم واحدة من اثنين إن تغير الشخص عما هو عليه فنعم تمدعه لخيره وتذمه لشره أما إذا لم تغيره هو مات هو مات قبل أن تولد أو قريبا من من أسف لا لا يعني نعم مش قبل أن يولد لا استغفر الله لأنه سيد خطب وفى ألف وسمائة وستة وهذا ولد ألف وسمائة وثلاثين نعم 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 مات قبل أن يولد فكيف ما الذي تغير إذن المادح هو الذي تغير مش الممدوح المهم هذه العبارات اختفت من الطبعة الثانية كان الأولى أن تبقى وأن يقال مدحته لكذا زي مدى شوخي شوخي مدح أتترك ولما اختل نظامه هجاه فعرفنا لماذا مدحه ولماذا هجاه فحولة والطبعة لك انقرضت بعض الإخوة قال نبيها التعبت تعبت تعبا شديدا في إيجادها الآن بعض منهم مصدقش ميقولش كان موجود لا هوا بكتابه طلعهم الطبعة القديمة وضعهم موجود لهذا أقول وثقوا 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 ومن قبله كان الشيخ التنطوي يأمر المسلمين ويطلب منهم أن يوثقوا رحمه الله تعالى فعسى الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا في غزة نستعلم بأسماء الحسن وبصفاته العلى أن يقطع دابر اليهود عنهم وأن يقطع دابر كل ظالم عن كل مظلوم في شرق البلاد وغربها وأن نستودع المجاهدين وأنفاقهم وقادتهم وأن اللهم أطعم جائعهم واسقضامئهم وأمن خريفهم وسلع أعزلهم يا رب العالمين هذه أعمالنا تحصى علينا وهي أيام أيام فتنة يهلك من هلك فيها عن بينا ويحيى من حي فيها عن بينا و ستكتب أعمالنا وأقوالنا وهذا التشجيل سيبقى شاهداً لنا أو علينا شاهداً لنا أو علينا هذه العداعة سيبقى ذلك فالإنسان إذا تكلم والقبر أمامه والجنازة أمامه أظن أنه سيتكلم بصدق أما إذا تكلم والمال ونفاق الحاكم نعم من؟ أوه أخونا أبسام أستاذ بسام تفضل بسام من ترهون الله يبارك تفضل أستاذ بسام أدام الله وعيك البسم إن شاء الله تفضل أدام الله وجودك على طاعته شيخنا فالله لا يحرمنا من طلتك البئية ومن كلمة العلية آمين أذكر الله كل خير بارك الله وفيك بارك الله وفيك بارك الله بارك الله وفيك نعم آمين يا رب العالمين وحقيقة أني لا أزيد على كلامك البتة ما يعني أمامك إلا كباع علمي في حارة السقيين كما يقولون رزاك الله وخير على هذه الكلمات لا لا ما شاء الله لك ربي يحفظك إن شاء الله نسأل الله أني ذاك فيك في الحقيقة أن الفكرة في غزة الفكرة لا تموت أبدا منذ سنين سبعين سنة أو أكثر يعني فسقوط الشهداء وليس بغريب عننا أبدا الغريب هو سقوط الأراضي من القوم ويعني تفضلهم وثبهم وشتمهم لغزة نعم نحاول أرقوة الله كنا أتمنى أن نسمع رأيك وفقق الله وسددك الله وأكثر الله من أمثارك في سؤال تاني فأنا أتم الحديث بما كان يقول الإمام مالك لمن مالك هذا من أولياء الله نحسبه فيقول ما كان لله بقي ما كان لله بقي وبقي موطأه وبقي علمه يقول إذا سئلت سؤالا عرضت نفسي على الجنة والنار قبل أن أجيب والله يا إخوة الإسلام هذا مقياس عظيم يرجى لصاحبه النجاء والتوفيق يعرض نفسه على الجنة والنار بالله الذين خرجوا أمس أو الأمس يشمتون مع اليهود والنصارى فضل من سليم من مصرات فضل يا أخويا السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام هذا من صديق الله بارك الله وفيك إن شاء الله بارك الله وفيك قبل نسل الله مصر الخوة من مجاهدين في فلسطين على أعداد الدين وإلى رحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله آمين 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 يارب نعم في آية سورة النساء قال الله تعالى عد في دام بسم الله الرحمن ورحمة ولا تكن للمقائنين خاصمة قال الله عظيم بمتشر حدي هذه يا شيخ محمد مبارك الله نعم أحسنت نعم هل سؤال فيه سؤال تاني عبدالله من مصرات ألو السلام عليكم كم بقي من الوقت يا أستاذ مخرج نعم السلام عليكم ألو نعم نعم قضى يا أستاذ والله نعم أيها تلك دكتور نعم 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 كل مخصر للوطن وتلليهم تحية العظيمة غزة الله مزعى النصر حليفهم ووقدهم وخضرهم من نصرهم يا رب العالم ألو ألو نعم ألو يا بارك الله وفيد بارك الله أنهنيك أنهنيك على هذا التسخيص اللي كنت تدهيه توا التسخيص هؤلاء وكشفهم على حقيقتهم والله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ورحمة وأنهنيك على هذا التسخيص يعني اللي يفهم مفرق يفهم كل حد بارك الله وفيك بارك الله وفيك يعني يا دكتور نبي نهني المداخلة وحفتر واجمعها كلهم وابن سلمان وبن وشيطان العرب كلهم نهنيهم بسلامة بسلامة نسيلا من محاولة الانتحار من محاولة الوطيات نعم هذا هذا يقابل الشماتة نعم 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 والله والله العظيم الأمور يعني وضحت هشد الوضوح تنعين كذا في حضر غامستان في القرب السابق كان فيه بعض الوضوض لكن الآن الأمور وضحت كنان الوضوح الآن يعني ما فيش حد أنا الآن عداء هؤلاء عداء رقم واحد قبل العادي أمريكا وقبل العادي إسرائيل أولا يعني أعصبهم أعداء رقم واحد من الجو متصاعدا ولن وحتى في الصفحة متاعي في السيطة لن أبدل كل جهوري لكشفهم على حقيقتهم سمحني في الإطارة شكراك الله نعم نعم أحسنت نعم محمد من الجنوب تفضل يا أخوي السلام عليكم ورحمة الله تفضل وعليكم السلام ورحمة الله وبرك الله فيك ونفع الله بارك الله فيك أخوي بارك الله فيك بارك الله فيك الشيخ المفتد الصادق الغرياني بالله يا شيخ محمد تبني نسأل سواء بارك الله فيك ربو ما يكون قدح في عقيدتنا هل نحن مسلمون شين أمارات الإسلام اللي فينا اللي ظاهرة هل نسقط أولا حاجة في الإسلام وذروة السلام فريضة فرضها الله وانزر بيها آيات محكمات نسقطها ونمش نصلوا في الجامعة ونقولوا إحنا مسلمون هذا يجب علينا نتعرض على الجهاد ونبدأ من بني صهيون اللي من جلدتنا أما جاعدين معنا اللي حاكمين فينا مش مخلين هذا نمش ننصر أحسنت أحسنت يا يا أستاذ محمد هذا سؤالك في محلي لا إله إلا الله ناس تقتل حرمات تنترك لا أحوله ورحمة إلا بالله بارك الله فيك وشعبنا عليه أستاذ يا سؤالك والله يرحمه لكم حاضر سؤالك مهم جدا بارك الله فيك البقية من دورة القليل أما بسام أخونا بسام انقطعت صالو به وكان يتحفنا بأرائي النيرة وله نظر أسأل الله أن يثبته وأن يبارك فيه وأن ينفع به أخونا سليم من مصرات قال يتكلم عليه هل المناسبة الآن هذه يفيد فيها قول الله تعالى ولا تكن للخائنين خصيمة الاختلاف والإجابة عليه والكذا بعض علماء فرقوا بالاختلاف والخلاف وبعضهم جاهزوا السواء لكن الاختلاف القصد واحد بينك وبين أحد الناس القصد واحد والوسيلة مختلفة الخلاف القصد مختلف والوسيلة مختلفة مختلفة ثم إن الخلاف يتشعب ويزيد إلى أن يصل إلى الجدال ثم إلى الشقاق إلى الشقاق فقال المولى سبحانه وتعالى ما تكونش خصيم انت لهؤلاء القائنين المنافقين الذين المقصد منهم هو إثارة الفتنة هو نشر الفوضى هو عرقلة الدعوة عرقلة النهج الحق الذي يقوم بصلى الله عليه وسلم فيريدون أن يثنوا رسول الله عن دعوته بأشياء مختلفة منهم يجيب اللي يغنوا منهم يجيب الموسيقى والمغنيات من فارس منهم يجيب القصص منهم لآل النفاق عندهم خيانة يعني ما يضرون هو شكل وما يبطنون هو شكل آخر فقال لها دوم لا تكون خصيما لهم لأنهم لا يقصدون الحق وإنما يقصدون ذرع الفرقة والشقاق والشك في قلوب الناس وهذا فعل رو ما يقع اليوم من كثير من آل الإعلام من آل الإعلام فسؤالك ستنين في محلي في الإعلام الآن يبثون الشكوك يبثون الشبهات يبثون شبه الدليل حتى يقع المسلم في حيصة بيز كما يقولون ويكثر التنازع ونفشل وخاصة في وقت الحروب عبد الله من مصرات يتكلم قال ناقص اللي هذا معنى كلامه يعني معنى كلامه ناقص اللي شمتوا في السنوار أن يهني نتنياهو على سلمته اليوم هذا ما نقصه فعلا يا سعبد الله ما شاء الله عليك هذا ما نقصه اللي شمت في موت السنوار على يد الكاثرين أصالة بل من نقرأ كل يوم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هم مغضوب عليهم وما فعلوا بإقوائنا ما فعلوا وهذا قتل فيهم وأنكه فيهم ونشمت ونقول فعر ويحفر تحت لوطاء دهي فلسطين كلها على اللهوة فلسطين كلها على اللهوة جهة اليهود كلها ملاجئ حفر تحت لوطاء ملاجئ وهؤلاء تحت لوطاء لأن أرضهم مكشوفة وعدتهم قليلة ماذا سيفعلون فنقول فران إن الله تعالى لا أدري هو صاحب الحكمة ويده تعمل كيف تشاء ولكن لا أدري هل ربي سمحكم الله أعلم به لبعض محمد جنو تكلم عليه دار الافتاء وتكلم عليه إرمان المفتي والحقيقة فعلا أنا أسألكم الدعاء لنا جميعا وخاصة إرمان المفتي ولكل من بوعني في هذا المكان ليصل صوتي إلى الناس أسأل الله تعالى لهم جنات وأنهارا وفوق ذلك رضا المولى سبحانه وتعالى وأسأل الله لي ولهم حسن الخاتمة حسن الخاتمة وأن لا نتكلم بكلام نهرف فيه بما لا نعقل يكون عارا وسبة علينا وعلى أولادنا وعلى أتباعنا وعلى تلميدنا وعلى كل من يدور بنا استاذ محمد من الجنوب قال هل نحن مسلمون نحن مسلمون مقصرون لما نقولها بمرارة هل نحن مسلمون نعم أنت تقول لا إله الله محمد صلى الله تؤمنت بالضرويات من الدين فمسلم ما يقولك فروك وخاصة في العموم لكن بنا تقصير كبير لكن اللي غايب عليك يا سيد محمد وأنا قلت من قبل لو ترجعون إلى حلقات قديمة قديمة قلت لكم خرج علينا مناهش تقول أنا على الكتاب والسنة هي إذا دققت النظر فيها هي علمانية مقنعة علمانية دعم ما لقيصر لقيصر ما لله لله أو ما دعم لله لله يعني الإسلام عبارة صلاة زكا صوم حج صلاة في الجامعة وهمره كلها طيب هذا وكذا وأحكام طلاق وزواج وخلص لكن إسلام يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لا وإذاك حتى في البلاد اللي كان فيها أمر بمعروفنا عن المنكر الآن نلقوه لأن بعضين سيجعل الإسلام حاكما على أحوال الناس خارج البيوت خارج المساجد خارج البيوت ثم الجهاد قطع الجهاد فهي علمانية مقنعة نعم خلال انتهى الوقت علم احفظ العبارة هؤلاء علمانيون مقنعون مجيش عن علماني كيواضة لكن إذا نظرت إليه فهو علماني أو علماني تقنع بأنه ليس علمانيا بل إنه يحب السنة ونحن نقول أنه يحب السنة لكنه ترك كثيرا منها وترك ذرب سلام الجهاد لأشياء إما لجهر وإما لمصلحة وإما لرياسة وإما لغفلة الله أعلم بالأنفس عسى الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يعيذنا من شر أنفسنا نعم إن الوقت خطير وكلمة الحق في الزمن الصعب لها ثمنها لها ثمنها عسى الله أن يثيب أهل الحق على ثباتهم وعلى مبادئهم وأن يهدي يا إخواننا إلى الحق وأن نكون يدا على من سوانا من الأمم التي تكالبت علينا نسأل الله إخواننا المجاهدين وهدى المسلمين لما فيه الحق والتقوى إنه على ما يشاه قدير وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله إسلامنا هداية وقاية مننا إسلامنا حديقة مليئة الأزهار يجيب كل سائل ومستفت الحيور من الظلام يددي إلى التقا والنور هذا البرنامج يأتيكم برعاية دار الإفتاء الليبيا